لم تنجو محافظة المهرى من الحميات الفيروسية التي انتشرت بشكل لافت وضاعفت من عدد الوفيات منها الموجة الثانية للوباء الاخطر كورونا الذي دفع السلطات هنا لاتخاذ اجراءة صحية اضافية رغم شحة الامكانيات مخاطر دفعت مكتب النظافة والتحسين بالمحافظة بتكليف اربع فراق لتنفيذ عملية الرش الدخاني والتعقيم للاماكن الاكثر ازدحاما ابرزها المدارس والمساجد لمدة 15 يوما نعم فريق من صندوق النظافة لغوم برش المساجد والمدارس بشكل يومي من الساعة الواحدة والنصف الى الساعة الخامسة نغوم برش المدارس يوميا بشكل يومي ونشكر صندوق النظافة في محافظة المهرى مديرية الغيظة على استعداداتهم للفيروس الخطير فيروس كورونا وسلالة كورونا وهم الآن يغومون بدورهم برش المساجد والمدارس ومكان اجتماعي فنشكرهم على جهودهم تعمل هذه الفرق بمختلف حيام مدينة الغيظة لمكافحة البعوض الناقل للامراض بمعدات بسيطة وبدعم من السلطة المحلية التي ساهمت مؤخرا بتزويدها بخمسة اجهزة رشد خاني الى جانب عشر اخرى وجهت بتوفيرها خلال الايام القادمة للتحسين من دورها في مواجهة الاوبية القاتلة التي تضرب المحافظة مرحلة تعقيم ومرحلة رشد دخاني والضبابي هذا يبدأ الرشد الضبابي من الصباح كان من الساعة الستة الى الساعة عشرة فيما بعد كان فيه امتحانات من الصباح فحولنا لحمل تقل كل الفرق الى العسر تعقيم المدارس والمساجد والساحات العامة حملت الرشد دخاني تبدأ من الساعة خمس ونص الى سابع ونص مساء ومن الساعة الرابعة ونص سواحا الى الخمسة ونص لقينا دعم من الأخر محافظة بخمسة عشر مرشة خمسة وصلت وعشر ان شاء الله جاي في الطريق ان شاء الله تاتي هذه الجهود كترجمة فعلية لمخرجات لجنة الطوارئ بالمحافظة التي اقرت تكثيف حملات التعقيم بعد ارتفاع تسجيل عدد الاصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا ورغم ذلك لا تزال المحافظة بحاجة الى تدخل عاجل من الحكومة والمنظمات لانقاذ سكانها من كارثة الاوية احمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرة اشتركوا في القناة